ابتسم الرجل وضغط بإصبعه على أحد الأزرار العديدة المصفوفة أمامه على المكتب ثم نظر إلى شاشة الكمبيوتر الصغير الموضوع أمامه وأخذ يقرأ بصوت مسموع نور الدين محمود 24 عاما ملازم أول تخرجت من قلية الشرطة منذ حوالي عام وبالتحديد في الخامس من نوفمبر عام 1999 التحقت بالإدارة العامة للمخاورات العلمية بعد شهر واحد من عملك بالشرطة تقريراتك كلها بدرجة ممتاز أمام تقرير سري من رئيسك يقول فيه إنك نابغة موهوب ولقد اختارك الكمبيوتر من بين 12 ألفا من رجال المخاورات العلمية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وأتعشم أن تكون على هذا المستوى في المهمة التي سأسندها إليك